يا زيبة تابعنا في التقرير ده يا سيد مصطفى كمان حالة التفاعل اللي موجودة بين نجم راغب علامة والحضور والجمهور اللي موجود جمهور كبير جدا فكرة تنظيم كمان الكم ده من الجمهور دي مش حاجة سهلة بكل تأكيد ويمكن اللجوم كلهم أشهدوا تحديدا من فكرة تنظيم الدخول والجمهور اللي موجود لأنه عادة بيكون الحفرات اللي فيها عادات كبيرة جدا للأسف بيحصل فيها مشاكل إحنا ما شفناش ده حصل خالص الحقيقة يعني ما شاء الله طبعا في مهرجان العالمين الجديدة بما أنحنا نتكلم على انتباعات النجوم محنا مش بكلم طبعا عن النجوم المصريين حاليا نتكلم عن النجوم العرب فيه كمان ننسي عجرم مثلا كانت من أهم النجمات كمان الموجودين في مهرجان العالمين الجديدة ويمكن كان لديها جو وكان عندها طاقة إيجابية جدا وكانت سعيدة جدا بأحياء هذا الحفل وتحدثت كمان عن الحفل نفسه وكان انتباعها حلو جدا بعد ما خلصت حفلتها كمان فيه نقطة مهمة أنه الجمهور المصري مختلف عن أي جمهور تاني وأجواء الحفلات عندنا حتى دايما هي مختلفة السببين سبب الأول أن احنا أكتر الدول اللي بيبقى فيها حضور جماهيري في الحفلات من حيثه الكام بمعنى أنه لما فنان بيحضر له عشر تلاف متفرج مثلا في بلد تانية بيقول أنه حضر له عدد هنا في مصر نحن نبتدي نتكلم من عشرين وثلاثين ألف عشان نقول أنه في عدد فدي نقطة مهمة لأي فنان بيجي يغن في مصر بيتفاجئ بالكم الكبير من الجمهور ودي نقطة طبعا بتبقى محتاجة تنظيم دقيق جدا محتاجة جهد كبير جدا في عملية الدخول والخروج والتنظيم والحياء أن ده كان متوفر بشكل كبير جدا وواضح جدا في مهرجان العالمين نانسي أجرم من الناس اللي هم ليهم حضور جماهيري وشعبية كبيرة في كل مكان في الوطن العرب نانسي لما بتغني في أي مدينة عربية جمهور حضور كبير صوتها مبهج لها ايدنتي كده فنية أو هوية فنية مختلفة حتى كمان تلاقي عندها شعبية عند الأطفال بغير دلوقتي دلسة أقولك أعمار مختلفة كمان بالضبط فهي عملت حتى أغاني قبل كده للأطفال وفي نفس الوقت أغانيها دايما بتشكل حالة من البهجة ويمكن مصر كانت زي ما بيقولوا كده وش الساعد على نانسي عجرم لما بدأت مشوارها الفني على معظم النجوم صراها وعلى معظم النجوم دايما مصر حاضنة لكل النجوم العرب نقطة الانطلاق الحقيقية ونقطة الانطلاق الحقيقية وفي مقولة يعني من زمان يعني أذكر أنه الفنانة الرحلة صباح كانت قالتها أنه اللي منجحش في مصر منجحش أصلا يعني لازم علشان أنت تبصم على نجوميتك لازم تبقى خط الجارانتي دا من مصر دا عشان جمهور مصر جمهور زواق بالضبط طبعا جمهور مصر جمهور زواق وفكرة أنك تبقى عندك جمهورية في مصر الموضوع مش سهل يعني دلوقتي بنحس أنه مثلا عندنا انطباع عامل أنه أي فنان أو صوت بيطلع بينجح بحكم قوة دفع السوشيال ميديا والتغيرات اللي حصلت في صناعة النجوم نفسها دلوقتي لكن لا يبقى غير اللي قادر ينجح مع الجمهور على الأرض وده لو ما حصلش عندنا صدقني الفنان دايما بيحس أنه عنده شيء نقص